التقى الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية ستيفان ميل رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسية ذلك خلال أزيراته الرسمية إلى فرنسا تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كذلك تأكيد الجانبين على فتح أفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية فضلا عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الطيران كذلك دورها الإيجابي في دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مومارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكاة المتقدمة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكري مع دول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر